اشتركوا في القناة و أشهد أن محمد أبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما مزيدا مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم و من آياته هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول قضية من القضايا المهمة التي يحتاج إليها الشباب و تحتاج كذلك إليها الفتيات فيما يتعلق بشؤونهم و حياتهم و مجتمعهم و قضاياهم التي تختص أو يحتاجون إليها في هذا اللقاء سنتكلم معكم حول قضية الشباب و لزوم ماذا الجماعة الجماعة أمرها مهم و شأنها عظيم و لا يمكن للشاب أن يعيش إلا في مجتمع و هذا المجتمع لا بد أن يعلم الشاب أهمية لزوم الجماعة فيه و عدم شق عصى الطاعة و مخالفة الجماعة و الاستقلال بفكر أو رأي أو توجه أو سلوك يخالف ما عليه جماعة المسلمين أو يخالف ما عليه جماعة أهل بلده كثير من الشباب للأسف الشديد يستقل بفكر وتوجه و رأي و لا يعلم خطورة ما هو عليه فإن الشيطان حريص كل الحرص على إغواء الشاب و على إضلاله و قد يدخل الغرور و قد يدخل العجب و قد تدخل بعض الأمراض النفسية في قلب الشاب فتجأ أنه يعجب برأيه و بتوجهه فيخالف ما عليه جماعة ماذا المسلمين و لو تأملتم معي تاريخ الإسلام و تاريخ المسلمين منذ العهد القديم كل من أنشأ فرقة أو شكل حزبا أو خرج بتوجه خالف ما عليه جماعة المسلمين في الغالب أداه هذا التحزب و هذا التفرق إلى ماذا؟ إلى الضلال و إلى الانحراف لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا و حذرنا من خطر هؤلاء فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فأنت إذا أردت الخير كل الخير فهو الاعتصام بحبل الله ثم لزوم الجماعة لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا و قال و لا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم إذا التفرق مذموم و الخلاف مذموم و الاستقلال بفكر و توجه ليس عليه عامة المسلمين فهو أيضا ماذا؟ مذموم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية شوف خطورة أن تنفصل أنت و خطورة أن تتوحد عن جماعة المسلمين شأنها ليس بالأمر السهل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحبوحة الجنة قال فليلزم الجماعة ما قال فليكن مع الجماعة قال فليلزم ماذا؟ الجماعة فإن الشيطان يكون مع الواحد وهو من الاثنين و ما دونه ماذا؟ أبعد لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان أن اثنين يتناجون دون الثالث لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة في السفر؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شق عصى الطاعة؟ لأن شق عصى الطاعة والانفراد والانعزال له آثاره العظيمة لكثرة الخلاف والشقاق التي تؤدي من جراء هذا الاختلاف و ذلك الانفصال لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله مع الجماعة أنت أيها الشاب عندما تعيش في محيط أسرتك فقط فتكون أنت متكاتف مع والديك و متكاتف مع إخوانك كيف يكون حالك؟ أنت لما تكون في نطاق عملك فيكون العمل كالفريق الواحد كيف يكون تكون انتاجية العمل؟ البلد لما يكون على قلب رجل واحد و تكون السفينة لها ربان واحد يقودها وهو ولي أمر البلد كيف يكون حال البلد؟ يكون الانتظام و يكون الانسجام و يكون الحب و يكون الولاء و يكون التقدم و التطور و الرقي و كيف يكون الحال لما يدب الخلاف و يحصل الشقاق بين أبناء الأسرة الواحدة و بين أبناء العمل ثم بين أبناء البلد الواحد الذي يتشقق و يتشردم و يختلف أبناؤه تكون العاقبة و خيمة لذلك عبد الله بن مبارك ماذا قال؟ قال إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن دانا كم يدفع الله بالسلطان معضلة عن ديننا رحمة منه و دنيانا لو لا الأئمة لم تأمن لنا سبل و كان أضعفنا نهبا لأقوانا متى يدخل علينا العدو و متى يحاول أن يجد فرجة فيشق الصف عندما يوجد الخلاف و يوجد الشقاق لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أمرين و كل أمر أيها الشاب هو نتيجة للأمر الآخر قال من خرج عن الطاعة أول بذرة هو الخروج عن الطاعة أي طاعة للأمر لذلك الحسن البصري ماذا قال؟ قال هم يلون من أمورنا خمس الجمعة و الجماعة و العيد و الحدود و الثغور قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم أي بولاة الأمر قال و إن جاروا و إن ظلموا والله لما يفسد الله بهم أعظم و لما يصلح الله بهم أعظم مما يفسد قال أولا من خرج عن الطاعة فقط قال لا قال و فارق الجماعة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من جاءكم و أمركم على واحد يريد أن يفرق كلمتكم أي أنكم جماعة واحدة وهو يريد أن يشق الصف بفكر بتوجه بحزب بطريقة بسلوك بمنهج هذا المنهج لا يعرفه عامة الناس و لا يعرفه كذلك أهل البلد قال فاقتلوه كائنا من كان لذلك الجماعة من أعظم فوائدها أنها سبب للأمن واحد سبب لوحدة الكلمة اثنين سبب لسد الباب على كل متربص و حاقد و حاسد و مفسد يريد أن يدمر بلدك و وطنك الجماعة هي صمام الأمان في نهاية المطاف أيها الشاب أنصحك نصيحة هي جماع الأمر في ذلك كله الجماعة رحمة كما جاء ذلك في الحديث و الفرقة عذاب الاستقلال بالرأي شأنها خطير و لزوم الجماعة هي الخير الوفير الله ربي و ربك أسأل أن يحفظ علينا أمننا و أن يحفظ علينا استقرارنا و أن يجعلنا أمة واحدة وجماعة واحدة على منهج واحد و طريق واحد و أن يسد الله جل وعلا علينا كل من يريد أن يفرق كلمتنا أو يشتت رأينا هذا ما أقول لهم ما أقوله لكم وفق الله الجميع لما يحبه و يرضاه و صلى الله وسلم و بارك و نعم على عبد الله و رسوله محمد و على آله و صحبه و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة